السلام والهدوء في الغابة آه ما أجمل هذا المكان للإسترخاء إنما ليست كل هذه الأشجار آمنة لللمس للبشر صدق أو لا تصدق بعض الأشجار خطيرة لدرجة أن مجرد الوقوف بالقرب منها قد يكون حكما بالإعدام هناك أشجار تنتج سموما قاتلة أشجار ذات جذوع مليئة بالأشواك وأشجار تنفجر بذورها بقوة قنبلة يدوية فجأة لا تبدو الغابة مريحة للغاية إذن دعني أكون مرشدك حيث سأريك بعض من أخطر الأشجار والنباتات في العالم والتي لا يجب عليك لمسها أبدا إذا كنت محظوظا بما يكفي لتجد نفسك مسترخيا على شواطئ البحر الكاربي فقد تعتقد أن الأشجار التي تصطف على طول الساحل قد توفر لك بعض الظل والهدوء ولكن إذا لاحظت أن هذه الأشجار تحمل سلسلة من الخطوط الحمراء فأنت بحاجة إلى أخذ من شفتك وألعابك المائية والهروب من هناك بأسرع ما يمكن ذلك لأن هذه شجرة المانشينيل واحدة من أكثر الأشجار سمية في العالم أجمع إن النسغ الأبيض اللبني الذي تفرزه الشجرة مليء بمهيجات الجلد القوية بما يكفي للتسبب في ظهور بثور عند ملامستها وحتى حروق من الدرجة الثانية إن المهيجات الموجودة في هذا النسغ خطيرة للغاية لدرجة أنه إذا سقطت قطرة واحدة في عينيك فقد تسبب العمى وهذه ليست سوى البداية يمكن أن يتحلل النسغ مع مياه الأمطار مما يجعل الوقوف تحته أمرا خطيرا حيث يتساقط المحلول من الأوراق المبللة وإذا تبخرت مياه الأمطار الملوثة واستنشقتها فإنها ستبقى قوية بما يكفي لتهيج رئتيك وحرقها إن تأثيرات هذا النسغ قاتلة للغاية لدرجة أن السكان المحليين لجأوا إلى وضع خطوط حمراء على جذوع أشجار المانشينيل وحتى إضافة علامات تحذيرية لتوضيح ضرورة ابتعاد الناس عنها ولكن هذا ليس الشيء الوحيد الذي يجعل أشجار المانشينيل خطيرة بشكل مرعب إنها تنتج أيضا فاكهة صغيرة خضراء اللون تعرف محليا باسم تفاحة الشاطئ وهو اسم حلو مضل لفاكهة قد تكون قاتلة خذ الأمر من نيكولا السائحة البريطانية التي أخذت قدمة من الفاكهة الخضراء بحجم اليوسفي والتي تبدو تماما مثل التفاحة الصغيرة على الرغم من أنها كانت حلوة المذاق في البداية إلا أنها بعد لحظات شعرت بألم حارق في حلقها كان الألم شديدا لدرجة أنها لم تعد قادرة على البلع واستمر الألم الشديد في حلقها لعدة ساعات كانت الراحة الوحيدة التي استطاعت أن تجدها من خلال تناول لترات من مشروب البينياكولا دالبارد هذه بالتأكيد طريقة لجعل عطلتك لا تنسى لكن نيكولا كانت محظوظة عانى آخرون ممن تناولوا الفاكهة عن طريق الخطأ من التهاب وتقرحات في الفم بالإضافة إلى مشاكل هضمية حادة لذا إذا رأيت فاكهة غريبة على شاطئ كاريبي لا تبرز منها مظلة كوكتيل فتجنبها بأي ثمن إذا مررت بجانب هذه الشجرة فسوف تسامح إذا اعتقدت أن ثمارها المنتفخة الكبيرة هي نوع من البرتقال ولكن إذا قمت بتقشير واحدة فسوف تدرك بسرعة أن هذه ليست برتقالة عادية إذا ذهبت إلى أبعد من ذلك وقررت قضم هذه الفاكهة حسنا هناك احتمال أن لا تعيش لتخبر الآخرين عنها ذلك لأن هذه هي شجرة ستريكنوس نوكس فوميكا المعروفة باسم شجرة الإستركنين الإستركنين هو سم قوي يوجد في جميع أنحاء الشجرة ولكن بشكل خاص في البذور إذا تم تناوله بكميات كبيرة يمكن أن يسبب الإستركنين تقلصات لا إرادية في العضلات الهيكلية والتي لا يمكنك التحكم فيها يمكن للعضلات أن تتشنج تتقلص وتنثني بشكل لا يمكن السيطرة عليه إلى الحد الذي ينقبض فيه رأس الشخص ورقبته وعموده الفقري في وضعية قوس الجسر أوتش هذه وضعية يوغا متطرفة للغاية رغم أنها ليست وضعية يجب عليك ممارستها لأن الإجهاد المستمر في هذه الوضعية يؤدي في النهاية إلى الاختناق تنمو هذه الشجرة نفسها في الهند وجنوب شرق آسيا ومن المدهش أنه ينسب إليها الفضل في الحد من انتشار الطاعون الدبالي في هذه المناطق ذلك لأن ثمارها قضت على أعداد الفئران الأوروبية التي حملت الفيروس القاتل إلى هذه الأراضي اليوم لا تزال شجرة الإستركنين تستخدم بشكل أساسي كمصدر لسم الفئران لذا إذا سألتني فمن الأفضل ترك هذه الشجرة للفئران إذا كنت محظوظا لن تواجه أي من هذه الأشجار المرعبة إلا في هذا الفيديو وفي هذا الصدد إذا تعلمت شيئا جديدا حتى الآن فتأكد من الضغط على زراء الإعجاب والاشتراك أدناء هل قمت بذلك؟ ممتاز والآن ماذا بعد؟ أشجار بونيا الوحشية آه أستراليا البلد الذي يمكن لأي شيء فيه تقريبا أن يقتلك إذا كنت شجاعا بما يكفي للذهاب في نزهة في الغابة وكنت حذرا حقا فقد تعتقد أنك آمن من أي شيء خطير مثل الثعابين أو العناكب لكن تأكد من النظر إلى الأعلى لأنه حتى الأشجار خطيرة هناك تنمع عادة إلى ارتفاعات تزيد عن ثلاثين مترا بأوراق صلبة وحدة سنوبر بونيا هي أشجار قديمة ظلت موجودة منذ العصر الجوراسي منذ حوالي 199 مليون عام يجب ارتداء محدات الحماية عند التعامل مع الأوراق أو الأغصان لكن الأوراق هي أقل مشاكلك بين شهري ديسمبر ومارس تتساقط من هذه الأشجار في مارس نوبر ضخمة يصل وزن كل منها إلى 18 كيلوغرام هذه بذرة بوزن طفل يبلغ 5 سنوات ويمكن أن تسقط من ارتفاع مبنى مكون من 9 طوابق لا أريد أن أكون تحت هذه الشجرة عندما يحدث ذلك مثل شون ميس في عام 2015 كان شون يستريح تحت شجرة سنوبر من نوع بونيا عندما سقطت فجأة ثمرة تزين 7.3 كيلوغرامات على رأسه قد يبدو الأمر مضحكا بعض الشيء لكن شون احتاج إلى جراحتين رئيسيتين وقد تسبب الاستضام في إصابته بتلف دماغي لا رجعت فيه على الأرجح ليس الأمر مضحكا على الإطلاق على الرغم من هذا الرعب إلا أن ثمار سنوبر بونيا ليست مخيفة كليا البذور الموجودة بداخلها صالحة للأكل وتشكل جزءا ثابتا من النظام الغذائي للعديد من السكان الأصليين في أستراليا لا تزال العديد من الأشجار تحمل مقابد اليد والقدم المنحوطة التي استخدمها السكان الأصليون لحصاد ثمار بونيا حيث لم يكونوا أغبياء بما يكفي لانتظار سقوطها على رؤوسهم لذا إذا قررت زيارة أستراليا فتأكد من أخذ جميع الضروريات ملابس سباحة واق الشمس وقبعة أمان الأشواك والقنابل من خلال النظر إلى هذه الشجرة المرعبة ربما لا أحتاج إلى أن أنصحك بالابتعاد عنها إلا إذا كنت تبحث عن إضافة بعض الثقوب الجديدة الضخمة إلى راحة يدك هذه هي شجرة ساند بوكس وهي شجرة طبيعية تنمو في المناطق الاستوائية في الولايات المتحدة وأمريكا الجنوبية تنمو إلى ارتفاع 30.5 أمتار تعرف شجرة ساند بوكس أيضا باسم شجرة عدم تسلق القرداء هذا من الواضح لأن لحاءها مغطى بأشواك حادة تشبه الخنجر ويمكن أن تنمو إلى أكثر من سنتمترين ونصف الطول نعم لن أرغب في تسلقها أيضا الأسوأ من ذلك أن هذه الشجرة تفرز نسغا مهيجا قويا قويا بما يكفي لإصابة أي شخص سيء الحظ بالعمى إذا أصاب عينيه واو هذه الشجرة لا تمزح ولكن لماذا هي مرعبة إلى هذا الحد؟ حسنا كل هذا لحماية ثمارها الثمينة والتي تبدو مثل القرع الصغير اللطيف ومع ذلك بمجرد ذبول اللحم الطري يترك وراءه كابسولات بذور صلبة وجفة تعادل القنابل اليدوية من عالم النبات عندما تنضج تماما تسقط البذور على الأرض وتنفجر فتقذف كابسولات البذور الصلبة والمسطحة بسرعات تصل إلى 240 كم في الساعة يؤدي هذا إلى تشتيت كابسولات البذور بعيدا عن الشجرة الأم لتزويدها بالموارد الكافية للإنبات والنمو على الرغم من أنه تم الإبلاغ عن أن الانفجار يكون بصوت عال مثل طلقة نارية ومع إطلاق الشظايا بهذه السرعة سأتأكد من عدم التواجد في خط النار هذا لو كنت مكانك الآن ليست الأشجار فقط هي التي تشكل نباتات عالمنا المخيفة في أستراليا يبدو نبات أخضر داكن رقيق مخادع بأوراق على شكل قلب وفراء أبيض زغبي وكأنه الإضافة المثالية لباقة ورود رومانسية لكنه من المراجح أن يترك كابلا زوجة إلى الأبد كما ترى هذا هو نبات جيمبي جيمبي والمعروف أيضا باسم الشجرة اللاسعة تلك الشعيرات البيضاء الرقيقة هي في الواقع إبار مملوءة بالمورويدين وهو سم عصبي قوي يسبب آلاما مبرحة لكن أسوأ جزء هو أنه لا يتحلل بمرور الوقت مما يترك الضحايا يعانون لأيام شهور أو حتى سنوات إذا لم تتم إزالة إبار جيمبي من الجلد الألم الحارق سيء للغاية حيث وصفت الأساطير المحلية الخيول التي لدغها هذا النبات بأنها أصيبت بالجنون وركضت من المنحدرات لإنهاء آلامها علمة الحشرات والبيئة مارينا هيرلي أثناء إجراء دراسة على النبات وصفت اللدغة بأنها أسوأ أنواع الألم التي يمكنك تخيلها مثل الحرق بحمد ساخن وصعق بالكهرباء في نفس الوقت وصف آخرون اللدغة بأنها تعادل ثلاثين لسعة دبور نزهة من الجحيم حتى الوقوف بالقرب من نبات جيمبي جيمبي يشكل خطورة لأن الإبارة الدقيقة يمكن أن تنكسر مع النسيم وإذا استنشقتها فإنها ستلحق ضررا بجهازك التنفسي حسنا سأعدل قائمة الأساسيات الأسترالية من قبل ملابس السباحة، واق الشمس، قبعة أمان وقناع غاز هل نسيت أي شيء؟ أخبرني في التهليقات أدناء الشجرة القاتلة المتسلسلة في حين أن شجرة مانشنيل الكاريبي تحمل اللقب الرسمي لأخطر شجرة في العالم إلا أنها ليست الشجرة الوحيدة غير الآمنة في الكاريبي تسمى شجرة الحوقم، تشجع مظلاتها السميكة الطيور على التحشيش داخل أغصانها الآن مثل عديد من النباتات، تعتمد الحوقم على الحيوانات لحمل بذورها بعيدا عن النباتات الأم حتى لا ينتهي بها الأمر بالتنافس المباشر على الموارد وعلى هذا النحو تطلق الحوقم بذورا لزجة ولصقة التصق بريش الطيور ثكرة ذكية للغاية، ولكن في مكان ما في خطة الحوقم حدث خطأ فادح حقا أصبحت البذور لزجة لدرجة أن الطيور أصبحت عاجزة تماما حيث حمل بعضها أكثر من مئتي بذراء عاجزة عن الطيران غير قادرة على الحركة أو حتى تحرير نفسها تستسلم الطيور المسكينة في النهاية للجوع والإرهاق أو تصبح فريسة للمفترسات الانتهازية ولكن الجزء الأكثر إثارة للقلق هو أن علماء النبات ليس لديهم أي فكرة عن سبب قيام الشجرة بذلك فقد أجر العلماء عدة دراسات وخلصوا إلى أن الشجرة لا تستفيد على الإطلاق من وفرة الطيور الميتة ربما تكون هذه آلية طورتها الشجرة لمحاربة حيوانات مفترسة قرضت الآن أو ربما تكون نزوة جينية طورية تجاوزت الحد حسناً إما ذلك أو أن هذه الشجرة تكره الطيور حقاً هناك أسطورة قديمة تقول إن جوز الهند يقتل أكثر من 150 شخصاً سنوياً وذلك بسقوطه من الأشجار على ارتفاع كبير وكسر رؤوسهم ولكن لحسن الحظ هذا غير صحيح تماماً إنها إحصائية ملفقة روج لها نشطاء أسماك القرش لإثبات العدد المنخفض نسبياً للوفيات المرتبطة بهجمات أسماك القرش حيث يتسبب القرش في عشرة ضحايا في المتوسط كل عام ومع ذلك هذا لا يعني أن جوز الهند حسناً فلنقل خجول بكل جدية إذا سقطت جوزة هند تزن واحداً فاصل ثمانية كيلوغرام على ارتفاع 24 متراً على رأس شخص ما فإن سرعة التأثير ستكون ثمانين كيلو متراً في الساعة ستكون قوة ذلك مكافئة تقريباً لوزن طن واحد وقد تسببت ثمار جوز الهند التي سقطت من ارتفاعات منخفضة في دخول غرف الطوارئ بسبب الإصابات مع إصابات في الظهر الكتفين والرأس كما حدثت وفيات بسبب جوز الهند في عام 73 أصيب طفل صغير في هاواي بجروح قاتل أثناء اللعب في حديقة بعد سقوط جوز هند من شجرة قريبة عليه وفي عام 2002 أدى حادث مميت يتعلق بسقوط جوز هند على شاطئ في شمال كوينزلاند بأستراليا إلى قيام السلطات بإزالة أشجار جوز الهند من جميع شواطئها لذا كن حذراً بشأن المكان الذي تقرر فيه أخذ قيلهلة أثناء عطلتك وإلا فقد تكون هذه الفاكهة المتساقطة هي آخر شيء تراه على الإطلاق حسناً سأريك شيئاً مقززاً مقزز للغاية لدرجة أنني بالكاد أستطيع النظر إليه بنفسي هل ما زلت معي؟ حسناً لقد تم تحذيرك الآن دعني أقدم لك مشهداً مخيفاً يمكن أن ينزلق فجأة من أي شجرة قد تجدها بالقرب من مياه البحر هذه هي ديدان السفن على الرغم من اسمها فهي من الناحية الفنية عضو في عائلات الرخويات وهي مجموعة من المحار المالح ذات الأجسام البيضاء الطويلة والناعمة تشتهر بالحفر في الهياكل مثل أرصفة المراسي والسفن أينما يلتقي الخشب بالبحر ستكون ديدان السفن هناك تستقر على الهياكل الخشبية كيرقات حيث تبدأ في حفر الخشب وتحفر نفسها بداخله بينما تنمو إلى مرحلة البلوغ حيث تقضي حياتها كلها في قدم مسارات طويلة عظيمة عبر العوارد الخشبية إن حفر الأنفاق بواسطة ديدان السفن قد تسبب في حدوث ضعف هيكلي خطير ويؤدي إلى تحطيم السفن وانهيار الأرصفة إلى جانب وابل من الديدان اللزجة يا له من أمر مقزز ومع ذلك تعرف ديدان السفن في الفلبين محليا باسم التاميلوك وتعتبر من الأطعمة الشهية يتم استيادها هنا واستخراجها من الأشجار التي تنمو أو تتعفن في أشجار الأيكة القريبة من الساحل ولكن اعتمادا على مدى إصابة الشجرة فإن سلامتها الهيكلية قد تؤدي إلى انهيارها في أي لحظة مما يعرض الصيادين المحتملين لخطر جسيم أعتقد أنني سأكون آمنا رغم ذلك نظرا لأنني فقدت شهيتي إلى الأبد من النظرة الأولى تخطف الأزهار الجميلة المتدلية من هذه الشجرة الأنظار وقد اكتسبت بتلاتها العريق اسم أبواق الملك ولكن بعد أن تتعلم المزيد عنها ستدرك أنه يجب أن تسمى أبواق الشيطان الاسم الرسمي لهذا النبات هو براغمانسيا وكان موطنه الأصلي هو البراري في أمريكا الجنوبية على الرغم من أنه يمكنك العثور عليه الآن بالقرب من المنزل ربما حتى في حديقتك يعتبر براغمانسيا من قبل الكثيرين نبات زينة مثالي لوضعه في وعاء على الشرفة ولكن لا تنخدع فهي أيضا أحد أكثر الأشجار السمية التي يمكنك زراعتها بالنسبة للإنسان والحيوان يمكن أن تكون السموم هذا النبات قاتلة في مناخاتها الأصلية يمكن أن تنمو براغمانسيا حتى ارتفاع ستة أمتار وتغطي الشجرة بأكملها أزهار على شكل بوق يبلغ طولها ثلاثين سنتيمترا ومع ذلك كن حذرا لأن ملامسة هذا النبات يمكن أن تؤدي إلى متلازمة مضادات الكولين في الجهاز العصبي المركزي مما يجعل المصابين مشلولين ومرتبكين تماما إنها خطيرة للغاية لدرجة أن علماء البيئة يضطرون دوما إلى ارتداء بدلات الحماية من المواد الخطرة أثناء العمل بها ولكن هذا ليس كل شيء يمكن أن تؤدي هذه السموم أيضا إلى حدوث هلوسات سمعية وبصرية وفقا للدراسات فإن الهلوسات ليست ممتعة بل مرعبة مما يعني أن هذه الشجرة يمكن أن تجعل أسوأ كوابيسك تظهر أمام عينيك في عام 2006 تم إدخال شاب إلى المستشفى بعد شرب كوب من شاي بوق الملاك الأحمر بدا وكأنه كان يبحث عن نشوة ولكن بدلا من ذلك في خضم هلوسة حية قطع لسانه وبوق هذا ما نسميه رحلة سيئة إذا ذهبت يوما في نزهة عبر بستان في البرازيل فقد تصادف شجرة مغطاة بدمام لسوداء ولكن قبل أن تنادي السكان المحليين لتحذيرهم من وباء قادم ألقي نظرة فاحصة إنها في الواقع توت توت لذيذ وصالح للأكل من شجرة الجابوتيكابا على وجه التحديد تنمو هذه الأشجار في ثلاث ولايات في البرازيل وتكون في موسمها لبضعة أسابيع فقط من العام وتنمو بطريقة غريبة تخنق جذع الشجرة مثل مجموعة من البيض الغريب بدلا من الطريقة المعتادة للظهور بين الأوراق نظرا لقصر مدة صلاحية هذا التوت حيث تبدأ في التخمر بعد ثلاثة إلى أربعة أيام من قطفها غالبا ما يتم تحويلها إلى مربى، هلام، عصير أو مشروب قحولي ومع ذلك عندما يتعلق الأمر بمعرفة أي توت الأسود آمن للأكل فمن الأفضل أن تترك ذلك للبرازيليين بدون عين غير مدربة فإن العديد من التوت الأسود لذيذ المظهر سام في الواقع البوكويت وهو نبات شائع في أمريكا الجنوبية يحمل ثمارا سوداء جذاب على سيقان أرجوانية زاهية ولكن على عكس ثمار الجابوتيكابا اللذيذة فإن هذه الثمار تسبب تقلصات عنفة صعوبة في التنفس والاختناق في النهاية لكنها ليست التوت الأسود الوحيد الخطير الموجود أتروبا بيلادونا المعروف أيضا باسم الباذنجان المميت هو أحد أكثر النباتات سمية في العالم كما أنه يحتوي على ثمار تشبه في الشكل والحجم نبات الجابوتيكابا ولكن لا تنخذع بمظهره ما المتشابه لأن تناول حبة واحدة من الباذنجان المميت يمكن أن يسبب الهلوسة والذهان والتشنجات يؤدي تناول حبتين فقط إلى تعطيل الأنظمة اللا إرادية في جميع أنحاء جسمك مثل التعرق، التنفس ومعدل ضربات القلب وهو ما قد يكون قاتلا أفضل قاعدة يجب اتباعها هي تجنب التوت الأسود البري دائما ما لم تجده ينمو مباشرة من جذع شجرة في البرازيل شجرة خروب العسل أوراق شجرة خروب العسل التي توجد عادة في مختلف أنحاء الولايات المتحدة تتحول إلى لون برتقالي مذهل في الخريف ولكن كن حذرا لأن هناك أشواكا حادة تشبه الرماح تختبئ تحت تلك الأوراق ويبلغ طولها حوالي عشرة سنتيمترات على الرغم من أن بعضها قد يصل طوله إلى ثمانية وعشرين سنتيمترا السكاكين ذات النصل الأطول من ستة سنتيمترات يحضر حملها بشكل عام في معظم ولايات أمريكا لذا فمن العدل أن نقول إن هذه الشجرة تميئل عصابة تمتلك الأزهار رائحة قوية وحلوة ولكن الاقتراب منها جدا لاستنشاقها قد يجعلك وجها لوجه مع تلك الأشواك إنها كبيرة جدا ومزعجة لدرجة أنها معروفة بثقب إطارات جرارات الحقول ووصفت بعض الروايات المروعة هذه الأشواك بأنها تخترق جلد الناس وتكسر العظام يعتقد أن الأشواك موجودة لحماية الشجرة من الحيوانات العملاقة التي كانت تجوب الأرض خلال العصر الجليدي الأخير مثل ماموث الصوفي انقرضت هذه الحيوانات منذ ذلك الحين لكن شجرة خروب العسل لا تزال متمسكة بأسلحتها من ناحية أخرى تتخذ شجرة العنقود الصناطية وهي من أقرباء شجرة خروب العسل خطوة أبعد في استخدام أسلحتها الشائكة شجرة العنقود الصناطية لها أشواك أقل وأقصر ولكنها تحقينها بسموم نباتية سامة تسمى روبن والتي يمكن أن تسبب ضعف العضلات وفشل الكلا لذا إذا رأيت شجرة ذات أشواك مخيفة فاحذر وابتعد عنها حيث أنها موجودة لمحاربة الماموث الصوفي لذلك لن تجد تحديا كبيرا في البشر تعتبر السافانا في شرق أفريقيا الاستوائية من الأراضي المتعرجة التي تتخللها بعض النباتات هنا وهناك إنها منطقة هادئة وسليمة نسبيا باستثناء صفير غريب ومخيف لا يصدر عن أي نوع من الطيور هذا هو الشوك الصفير شجرة أكاسيا يمكن أن تنمو حتى ارتفاع 5.5 أمتار لكن هذا ليس كل ما ينمو فيها على جانبي الكرمة المنتفخة تحتوي الشجرة على عشرات الأزواج من الأشواك الضخمة التي يصل طول كل منها إلى 7.5 سنتيمترات لكن الأشواك هي أقل ما يقلقك حيث أن القواعد المنتفخة لهذه الأشواك مجوفة بشكل طبيعي هذا يجعلها المكان المثالي لمجموعة متنوعة من الحشرات لتسكنها يعيش النمل بشكل خاص داخل الشجرة في علاقة تكافلية حيث تستخدم تجاويف الكروم المنتفخة لبناء أعشاشها وتعمل كدفاع عن الشجرة تحمي نمل النار الشجرة بالخروج من أعشاشها ومهاجمة أي متطفل شجاع بما يكفي لمحاولة العبث بالشجرة عادة ما يسبب هجوم نمل النار ألما شديدا فوريا سرعان ما يتحول الألم إلى حكة وتهيج شديد للجلد يستمر من بضع ساعات إلى بضعة أيام ونمل النار العامل هم جنود متفانون لذلك لن يتوقف حتى يتم الانتهاء من المهمة كل بضع سنوات تنقل مستعمرات النمل قاعدتها إلى كرمة أخرى منتفخة تاركة وراءها شوكة مجوفة عندما تهب الرياح تصفر عبر التجاويف في الكروم الشائكة القديمة المهجرة تاركة الشجرة لتصفر بشكل مهدد في الريح لذا إذا سمعت يوما صفيرا مشؤوما يطفو فوق السافانة الأفريقية فاستدر وهرب على الفور في الاتجاه الآخر هل سبق لك أن رأيت أي من هذه الأشجار الخطيرة بنفسك؟ وأي منها تعتقد أنها الأكثر رعبا؟ أخبرني في التعليقات أدنى وشكرا على المشاهدة ترجمة نانسي قنقر